اهضار المال العام متين تسعة وستين مليون. يعني معنا واخد خرابة. ده مش هاي اللي بقول اهو. ده جهاز المركز المحافظات ده مش محدش اهو. بتاع دي كان متين تسعة وستين مليون. خلاص? قام مجلس الادارة خلال شهر الادارة مسالة حلمانية سبعة و تلاتين مليون. ثم هنا تلاتين مليون. خدوا تفضل. محدش بيختلف بس. الله. خلينا بس طيب. محدش بيختلف معك فده. اهدي كده. ده ما هي المشكلة في. واسبعة وتسعين مليون. طيب. المشكلة في انقلق من انت مش معتقد ان زمالك يحتاج الى الهدوء. خلاص وهدي اللي هي بقى ايه? ادي كوي سانية واحدة كمان ده ادي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تسعة وستين مليون جنيه اهدار الفلوس لا هي بقى اهيه. طيب خلاص. في ايه? انا مستلم خرابة. طيب. طيب. خلينا انا مستلم خرابة. طيب. طيب. وبالاقل لنها ابن العام بقوله سانة ونصفة حاش فيه. خلينا. ده تعريج ازم مركز محسومات او. ده تعريج ازم مركز محسومات وتكلمنا فيه. خرابة. الوقتي فيه انه. وقالي رئيس نادي الزمالك انضرب على الرصاص حي. وبيت نار. وراحوا ضربوا على بيته نار. طيب كل ده ايه 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 الزمالك والمقاصة عنوان ازمة. ليه? يبقى انا النهار ده لما. ما تستهلش تكون عنوان ازمة. يبقى لما يكون حكم اتعامة حكم رقم واحد اتعامة في الاتنين. والجميع يعترف بانه. هيستفدت راح تاتة طيب تاتة منت راح من استفدت. ما تستفدت ايه من ازمة مصر والمقاص? خسرت تاتة بونت. يا بيه انا تحدى. بس اوال لو احنا عايزين. ونص مليون جنيه هتدفعهم. ولا الهوى ولا مليم. انا بس منابئة عشان حوار يبقى حوار محترم. لا لا الحوار محترم. لا لا ساني واحدة. لا انا عايز الجملة. اه. عشان حوار محترم. حوار محترم يبقى طرفين. طرف انا بتكلم عنه وطرف يعمل مداخلة. ولا كام ده غلط. عشان حوار محترم. اقول لك الناس ما بتعملش مداخلة هيقول لك هي. يا بيه انا بقول هو. يا بيه رد علي. يقول لي. انا بريد ايخش لوقتي يقول لي انا ما اتلقش بقرار ان يوم سالة الماتش. سارت سيلم يعمل مداخلة يقول لي انا سالة مرتين انت بتجزب. احنا ما قلناش شوم بتاتة الماتش. طيب. هفتقد الناس دي. اه. هنقض مسخدمة. تراجعت عن كلامها. وقالوا الماتش يوم الحد. وانا شايف انه 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 المسألة هلعب السابت. زي الحد زي التلال. والله ما هتفرق. لا تفرق. وعندك مش هتفرق. هقول لا تفرق اللي بقى. لانه انت عندك مدرب جديد جاي. طب هقول لك لاعبين. طب هقول لك تفرق ايه? تفرق في ايه? هقول لك تفرق ايه? دلوقتي لما يكون عندي مدرب جديد. واخبالك. والماتش اتاكل. وتقال يوم التلاتة. راح جاب مراته. وزوجته كل انا شافيتها صورته. صورتها جابها وجيه في النادي. تمام? عندي لعيبة من منصورة. وعندي لعيبة مش شرقية. وعندي لعيبة من بدرشين. اللي هو زي ايمان حفني كده. اه. خلاص? اتفضلوا خدوا اجازة يومين. زي بنعمل كل كل سنة. لما تبعتلي جواب بالليل تقول لي انت بعد ست ساعة هتلعب الماتش. انت اللي بتهزر. اللعيبة دي برضو مش خرفان. بعد ما خدوا الاجازة اقول له يلا بتهوى تعالى استعامل حسين ومتحك شلم عشان اللي علانات. والبيزنس. واخبالك يا راجل دولي عادو احمد شوبر في البيت. كده في البيت. عشان عمل برنامج ازاع السوق. انا مكلمة صراحة. وعنت هتحل عليهم يا جماعة شواني مختلف احمد شوبر اديه. قال لك يقعد في بيته. يقعد. فلوز تتكلم. وكان هو بيحلل في النيل للرياضة عدو في بيته. تمام? اه. لا انا كده بص انا ما بخافش اللي بربنا. انا بقول لك انت بعدتلي الجدول قلتلي الماتش يوم السبت لو السبت اتأخرت دقيقة دقيقة واحدة. قول لي انت انسي حد. تمام? ادي واحد. اتنين. لو انا بريد دلوقتي عمل مدخلة او صاروة او اي حد في حد الكورة. ماجد عبر غاني اعمالي لف في كل القنوات وكنت نايم فترة نايم فيها. ما هو عارف يا ابن عم السبعة غادت تسحى. تمام? خش يا ماجد اقول. تعال خش خش كده علي اقول. انت بتكذب يا مرتضى يا منصور. لم يحدث. انا افتقد ان كل ده يا مرتضى عندك حق فيه. طيب. اه المشكلة ان انا معايش الزمالك على طول في ازمات. بياخد بطولاته لما بياخدش. ما اهمش من تأخدت بطولة وبعد كده. لا يا فندم. انا لسه اخد الصبر. عايز السمارة تاخد بطولات. ماشي. انا يابين لسه اخد الصبر اشار من الفات. انت. واخدها من الاهلي. ان الفريق وحش دلوقتي. وانت ماشي جعب الفريق وحش كان مدرب وغير ده. تمام. خليني اعيد. تمام. انا الوقت اشار فاتغت الصبر من الاهلي. واخد كاس مصر مرتين من الاهلي. لاول مرة زمالك ياخد تاخد بطولات من الاهلي مباشرة طعم. تمام? واخد دوري عام. خلاص? واخد اربعة كاس وارا بعد. وجاي تكلمنا عن بطولات في سنتين والزمالك كل عشرين سنة بياخد بطولة يا راجل. طيب اكوني ده كويس نكمل بقى. انت ممكن تبقى بطولة انت خدت بطولة بص الدورة هي البطولة الام. انت خدت بطولة. اه. كمل بقى في الالية على البطولة وانت تاخد بطولة. وانا ما حدش متفق معي يعمل عقد معي. ان انا اخد كل بطولات الموسم. لا وما حد. وهي الكرة مفيش حد يا الصلاة. انا بيعمل دورة غير مدريب. انا اكسب دوري اخسر كاس اكسب سوبر اخسر دوري اكسب طايرة اخسر سلة. هي دي الرياضة. وعشان كده بقول انه انا معديش مشكلة مع النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده فرق الرياضية مش محتاج حد يساعده. تاني مش محتاج حد يساعده. بس ادي اهو تاني بقول اهو على مسؤوليتي. ده بلغ متقدم للناب العام. تاني. للناب العام. بتسجيلاته. خلاص? اهو. ادفعت رشوة من اماد الازهاري. رئيس قطاع في شركة فيودافون. في بيت مصطفى حسن بلتاجي. يوم خمستاشر اتناشر افين وخمستاشر. الساعة احداشر ونصف. وفودافون هي الشركة الرحية. خلاص انت مقدم بلاغ بقى. اما انا بقول لك اهو ما انت عايز تعرف بقى. خلينا بس الوقت في في القضية نفسها. بس خلاص احنا قلنا اهوة المساعدات قلنا كلها. طيب ماشي. تعتقد تاني. ان الزمالك ممكن يعيش في في هذا التوتر. والله يا جماهير الزمالك تشعر بهذا. انت تعتقد ان قوتك تخيف خصومك. لا قوتك دلوقتي تخيف قلع. يا عم ممدوع عباس على تسعة سنين ما حدش نطع. ما حدش بطولة. مين مين? حد اقل. وحد اقل لك دلوقتي هل اللي بي. هو اللي يجيه راجع البطولات. هو دلوقتي هتكلمه عنه. وهل حد بيمتدح ممدوع عباس يا عباس. طبعا يا ريو اخد اربعة بص اربعة كاس. دوري. فا اضايا الفساد حينما كنت تواجه. كنا معاه. وانهاء افريقي. تمام اول مرة زمالك من الفين واتنين وصل انهاء افريقيا. هو اضايا مالك لما يتغلب ماتشين. بقى مرتضى هو السبب. هتقوله ارض. ولما اضايا مالك خدر معه كاس والدوري الصوبر. المدرب العبقاري فريرة. الفكرة. العواصف الدائمة يا يا استاذ مرتضى تخلي الناس بتحس بالكهربة في دماغها. لان امي. بوسا بيه. الراسي مش هتتحني الا رباية صحيح وتعالى. وانا بركع بازكت. في معادة ذلك مفيش مخلوق. هجيب راسي الارض. طيب. قولك تاني. انا. وانا في مجل الشعب. ايام زاكي بادر. فعز جبروت الماجلس المابلة ما كان فيه قانون الطوارئ. تمام? اتنين. اه وانا انا يسمح كاما استقلت من العام منصة. وانتعرف ان انا مستقيم من العام منصة. تمام? بس يا واي. لان تنحاني رأسي الا ربنا سبحانه وتعالى. طيب. ده كويس جدا. بس الزكاة وان قوتك يا استاذ مرتضى اه اه قوة تضاف لنادي الزمالك ولا تكون عبقا عليه. اصبحت عبقا على نادي الزمالك صدقني. طب ايه البكرة. ونعمل انتخابات. بقى شو ما ما. سيلك مش هتعال الصيحة على المواقع دول يا وارك. خلينا بس عشان احنا المتفكرون ما يبقاش في. يعني فيه ايان اللي هم على المواقع دول. اه. اللي مشتوبوا رئيس الجمهورية. وبنشتموك. ومشتوبوا مصر كلها. سيلك منهم. طب ما انا 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 طيب خد يعني انا اللي بقولك من خلال مناقشات مع اصدقاء. قوة رئيس نادي الزمالك في اه في وقت من الاوقات كانت تحمي الزمالك. دلوقتي بتهد في الزمالك. انا مش طب. انا مش طب. مين بيقولك بيهد? دلوقتي بتعمل مش. انت بستفزين بقى تولع فكرة. اللاعب حيتأثر يا عبد. مين قالك لأيه بتأثر? اليداعي. اليداعي يبقى عامل كده. يا بيه يا بيش تبك من الكلام ده. النادي الزمالك عايز حد قوي. وانا قوي في الحق على فكرة. في اللوايح. لو انا كان عندي يوم السبت. وما روحتش تقول انت انت بتعمل لي كده. انما انت بقيتك السبت. وعشان الفلوس بتاع الدعاء بتاع الاعلانات. خلاص. وعشان متحد شلبي بيخطط مع الاخ عامر حسين. اللي هو يا انا رئيسه. خلاص انا انا بقولك انه 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 يتم جدولة مبارياته الكرة على الهوى بازش. ده خطأ. طب انا هلعب بازاك. وخطأ جسير. طب انا ينفع يجيلي جواب الليل. تقول لي روح لعب الصبح. عارفة لو قلت ايه. لو قلت انا انا هلعب لحد لكن مش هسكت على مما يحدث وقفرت هزيه القضاء هتلاقي الناس معايا. ولا حد هيصل فيك اوائل. ولا حد اسمعك. وبعد انا عايز اقول لك اسوالك سؤال. اه. الفيلم الهندي اللي اتعمل ده. انا بعيت لك جواب وتقول لك انا مش هاجي. انا معادي معاك يوم التلاتة. خلاص يا سؤال? اه. معادي التلاتة. خلاص? المطش ده بتاع مين? بتاع الزمالك. بتاع يوم السبت بتاع الزمالك. اللي اه. سؤالي الاولاني. مين دفع ايجار الملعب وفتحه? انا مدفعتش. المفروض ده انا الزمالك. قبل ما اروح بيومين. بدفع الستين الف جنيه. عالتربيزة الانبي ولا مش هيدي اخياني. مين اللي دفع ونور النور وفتحه? على حساب مين? الملعب. اجاوبني. اه. يوم الحد اه. يوم الحد على اعتبار ده مطش الزمالك. بالزرق. اه. مش هينفع حتى المقصة ينزل الملعب. والحكام ييجو. كل ده لما تفتحه. لا اه. مين فتح لهم? مين دفع لهم الف ستين الف جنيه? اني عايزين نسعن. السؤال الاولاني. السؤال التاني. انا بعت لرئيس الاعلام اللي هو سيد حسين زين. جواب رسمي. قلت له من فضلك. جمال عمية قررت فسخ التعاقد مع بريزنتيشن. بسبب اه اه ناس بتشتب نادي الزمالك في اونسبورت. احترمي طبعا للقناة وصحابها. ونادي بتشتب نادي الزمالك في دي ام سيه بقيادة احمد حسن. ولد اسم ابراين مش عارف فاقي ولا اسم ابراين. خلاص? مين اللي دخل مين دخل القناة دي? ده جواب رسم مش قراري. قرار جماعة اومية. مين اللي لبس محمد فاروق الحكم اللبس اللي سوت وهو الده واخد بالك وعمل نفسه حكم. يعني المشهد اللي احنا شفناه في الملعب ده انه الحكم في نص الملعب. تمثيلية بيه? ومصر المقابل. ده ده لا يجب انه يحدث لان انت اللي بتدفع الفلوس. بس انا وده. ده فيلم اتعمل يا بيه. ما انا بقيت لك جواب رسمي. قلت لك انا ماتش التلات زي ما انت قلتلي. وعشان كده النهاردة فريقي راح التلاتة. وعملنا واحدة ريزبات حالة. تمام? انت بعت الفريقي النهاردة. اه. انا راح النهاردة. ليه? انا راجل القانون. اللي ان انا هوصل معاك للمحكمة. واوصل معاك للمحكمة. انت عارف يا واقل? اه. ان الجوابات اللي بعتلي بتاع الامن دي. اه. اللي عندك وانن دي. اه. تلجي اتحاد الكرة وتوقف المشاط. طيب. ما ده. ما ده انا هتكلم معاك فيه بس بعد الفصل. بعد الفصل انا بجأة سئلة كتير. هكمل معاك في انه قوة رئيس نادي الزمالك. اه. التي كانت تحمي نادي الزمالك. وهو يعتقد انها تحمي الان. اصبحت عبقا على نادي الزمالك. حسألك تاني في انه هل بتثير كل هذه القضايا. علشان الزمالك بقى خارج الصورة بسبب اهتزاز المستوى. وبسبب. اه. وده الحالة ما بقول اهتزاز المستوى. انا انا كاهلاوي لانك دايما بتقول انت بتقول ده عشان. ما بشوفش المتشاط بعد ان ازداد الفار. انا اشوف برشلونة هيلاع بريال مدريد يوم الحد. وبينهما سلس نقاط. انا استمتع بده. لا. هنشوف بعد الفاصل. وهنشوف كمان ايه? احكاية السحر اللي مرتضى منصور مصمم عليها. وبيقول خلاص فكينا السحر. ما هوش فكينا. للعب الزمالي. ما هوش فكينا. قرينا القرآن. طيب. هنكمل كل ده بعد الفاصل.